مرحبا بكم مشاهدينا مع سلسلة حصادين الإخبار السنوي حيث نبحث اليوم ملف الحرائق لا سيما فاجعة الحمدانية وانتشار مكاتب الميليشيات الاقتصادية وما سببته من خسائر بشرية ومادية نبدأ من فاجعة الحمدانية في نينوة والتي شكلت حلقة من حلقات مسلسل الحرائق التي يمكن إدراجها ضمن أعمال التخريب المفتعلة في العراق حيث أدت إلى مقتل نحو 122 شخصا وإصابة العشرات ليمثل هذا الحريق شاهدا على تحول أفراح العراقيين إلى إتراح ذو ضحايا فاجعة الحمدانية ومعهم الكاردنال لويساكو قالوا إن إحراق القاعة كان مفتعلا والهدف منه تهجير ما تبقى من المسيحيين في سهل نينوة وتحديدا منطقة الحمدانية الواقعة تحت سيطرة ميليشيا بابليون وزعيمها ريان الكلداني المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية تزايد المعدلات الحرائقي في العراق جاء نتيجة إهمال الحكومة في معالجة مسابباتها وهو ما يمثل استمرارا لفشل إدارة الدولة ويفضحها شاشة المؤسسات المختصة في متابعة متطلبات السلامة والأمان وفرض الإجراءة اللازم توفرها كشرط لبناء الملك مكاتب الميليشيات الاقتصادية كانت أحدى صور تدخل الواسع للميليشيات المسلحة في ملف الاقتصاد والاستثمار وكذلك هي إحدى أسباب انتشار الحرائق بسبب تشييد المباني بمواد رديئة ورخيصة ومعظمها سريعة الاشتعال دون الالتزام بشرط المتنة لضمان مكاسب اقتصادية ومادية أكثر الميليشيات ساهمت أيضا بشكل أو بآخر بفرض الأتوات في الموصل وغيرها من المدن العراقية حيث مارست عمليات ابتزازة للتجار والشركات وأصبحت للكثير من تلك الميليشيات أذرع تتخذ تسميات مختلفة وتشارك في مناقصات لمؤسسات حكومية دون أن تقدم أساسا ضمانة بشأن جودة العمل ومتانة الإنجاز مديرية الدفاع المدني في العراق بيّنت من جانبها أن عدم تشديد العقوبات ضد المخالفين لشروط السلامة في المباني والمؤسسات الأهلية والحكومية كانت السبب الأبرز في تفاقم ظاهرة نشوب الحرائق مشيرة إلى تدخل جهات متنفذة في منع المتابعة والتحقيق ورغم تسجيل العراق سنويا المزيد من الحرائق إلا أن الحكومات المتعاقبة بعد 2003 تكتفي بتشكيل لجال تحقيق لم تفضي أي منها إلى نتائج حقيقية ومنموسة وهو ما ساهم بإفلات الجنات والمتورطين بالفساد من العقاب ولم تسهم تلك الإجراءات الحكومية في وضع حد للمآسي التي باتت تفتك بالعراقيين لجال مختصة واعتمادا على إحصائيات مديرية الدفاع المدني قالت أن حصيلة الحرائق في العراق دفعت أو فاقت 100 ألف حريق خلال الثلاث سنوات الأخيرة حيث تسببت بمقتل نحو 800 شخص وإصابة مئات آخرين محذرة من تفاقم الظاهرة جراء غياب العقوبات الرادعة بسبب عراقيل يضعها متنفذون تابعون للأحزاب والميليشيات في تشرين الثالث المنصر بنقل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن وزارة الخزانة الأمريكية تأكيدها أن ميليشيا كتائب حزب الله وميليشيا كتائب سيد الشهداء يصادران الواردات القمرقية للمنافذ على الحدود الكويتية الإيرانية والأردنية فضلا عن استثمارات تديرها هذه الميليشيات في العقارات والفنادق والمطاعم وشركات الأبنى والنوادي غير المشروعة مشاهدين كان هذا استعراضا لأبرز ما يخص ملف مكاتب الميليشيات الاقتصادية ومسؤوليتها عن عدة فواجع في العراق ضمن حصاد 2023 شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وهذه عودة إلى استوديو الأخبار